بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمدة اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأوجوركم بشهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبسبب مولاتنا زينب سلام الله عليها إلى الشام إحدى الأخوات من محافظة ميسان بعثت إلينا بهذه الكرامة المهدوية في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام تقول والدي مرضى مرض الموت وكان والدي يعيش مع أختي الكبرى مع زوجها في البيت لدينا بيت قديم جدا والجميع قد خرج منه أنا وإخوتي تزوجنا وبحمد الله عز وجل وبقي هو مغلقا لم نعرف أبدا بأن أختي الكبرى أرادت أن تحتال على أبي لأكثر من مرة بأن يكتب هذا البيت بإسمها ولكني أعلم بأن والدي كان يرفض على كل الأحوال وإذا به بعد الموت رحمة الله عليه تفاجأنا بأن أختي الكبرى تظهر لنا ورقة وفيها بصمة والدي ورقة بيضاء ومكتوب بأن هذا البيت يكون بإسمي أنا الأختي الكبرى والدي قد باع البيت لي سجل البيت بإسمي هذه وصية وانتهى الأمر وأنا أعطيت المال له في هذه الساعة وفي كذا وكذا وكله كذب في كذب ماذا نفعل قلنا لها أين ذهب المال قلت لا أعلم هو قد أخذه منذ فترة ولا أعلم أين هو على كل الأحوال وصل الصياح بينها وبين أخوتي بين أخواتي كاد يصل الأمر إلى العراق والضارب زوجها بدأ يدافع عنها خرجنا من البيت ماذا أفعل أنا بهذه الصورة ولديها ورقا وصحيح ببصمة يعني بصمة يد والدي وبخط والدي وإلى غير ذلك ماذا نفعل على كل الأحوال بدأ اليوم الأول من شهر محرم الحرام توجهت فورا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هذه الزيارة التي لا منأفس لها في قضاء الحاجة الإمام الصادق عليه السلام يقول زيارة عاشوراء من زارها ومن دعا بهذا الدعاء فأنا ضامن على الله عز وجل سوى زارها من قرب أو بعد أولا زيارته مقبولة وثانيا سعيه مشكور وسلامه واصل للإمام الحسين عليه السلام غير محجوب وحاجته مقضية من الله تعالى بألغ ما بلغت يعني أنا مجرد أقرأ الزيارة ولو من بعد سلامي مية بالمية يسمعه الحسين إذن حاجتي سوف يسمعها الحسين عليه السلام وزيارتي مقبولة وإذا قبلت الزيارة إذن قبلت الحاجة وقضيات كذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول يا صفوان إذا حدث لك إلى الله حاجة زر بزيارة عاشوراء من حيث كنت وادعوا بدعاء علقما أو صفوان وسربك حاجتك تأتك من الله لا تخف والله غير مخلف وعده أبدا تقول أنا بدأت بقراءة زيارة عاشوراء أول يوم محرم أقرأها بهذه الصورة عن طريق العلماء أقرأها نيابة عن صاحب الزمان وأهدي ثوابها للإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر وسمعنا المقتل وكنا قبلها في ليلة العاشر نسهر على الطبخ ومسألة توزيع الطعام على الزائرين وإلى غير ذلك وبعد ذلك تعبت كثيرا بعد سماع المقتل في يوم عاشوراء قلت لأنام قليلا نمت قليلا وإذا بي أراك أني في مجلس وهذا المجلس عجيب صوت البكاء الذي فيه رأيت فيه صاحب الزمان أو صاحب الزمان عليه السلام يبكي على جده الحسين عليه السلام وهو يسمع المقتل وكذلك حوله مجموعة بين الأوصياء والأنبياء والملائكة الكل يبكي وأنا جالس أبكي وإذا به كان ما انتهى المقتل نظر إلي ورغم جمال عيونه سلام الله عليه ولكنها كقطعة دم وهو يعني حزين جدا قال لي حاجتك مقضية حاجتك مقضية وهديتك قد وصلت لأنني كنت أهدي ثواب زيارة عاشوراء إلى الإمام الحسين نئابة عنه سلام الله عليه تقول والله يا أستاذ مين لم ينتهي اليوم يوم عاشوراء يعني عند العصر جاء رجول من أصدقاء الوالد كان مسافر إلى إيران لعدة أشهر زوجته مريضة وجاء معزيان وقال لم أعرف الخبار وأنا متألم والوالد صديقي الروح للروح وإلى غير ذلك وعندما سأل عن بعض الأمور أخبره زوجي بالأمر قال هذا الأمر بسيط جدا الوالد يعلم بأن هذه الأخت الكبرى تريد أن تحتال عليه فلدي أوراق رسمية ووضعناها يعني وعملناها في المحكمة والوالد قد جعل يعني بصورة قانونية البيت للجميع يريدون يبيعوه يريدون أن يبقوه يعني فيه من يعيش أو يريدون أن يجتمع على بيعه فليقوموا ببيعه على كل الأحوال الورقة رسمية ومن المحكمة يعني مصدقة وإلى غير ذلك وبدأت الاتصالات وعلمت أخت الكبرى بذلك وعرفنا بأن ما فعلته لا قيمة له الآن أصبح على كل الأحوال أصبح الحديث من هنا إلى هناك وتركنا الأمر وهي أقرت في المسألة وخشة أن يصل الأمر وزوجها قد أبدأ عليه الندم وبدأ يعتذر وهي كذلك تحاول أن يعني تطمطم هذا الأمر المؤسف يعني وأصبحت يعني في موقف لا يحسد عليه أبدا وانتهى الآمر وقلنا بعد شهر محرم وصفار يباع هذا البيت هذا كله ببركة زيارة عشرة نيابة عن صاحب الزمان وإهداء ثواب هذه الزيارة للإمام الحسين عليه السلام عشرة أيام عشرة أيام هل يمكننا فعل ذلك؟ نعم لدينا شهر محرم لدينا بعد شهر صفار يمكنك أن تفعل ذلك عشرة أيام اقرأها بهذه الصورة أرقام قناتنا لتفسير الرؤى والأحلام 077-600-266-73 0786-717-82-55 طبعا هذه فقط لرسائل الواساب وللرسائل الصوتية والكتابية وليس للاتصال وأنوه دائما لجميع الحسابات التي تأخذ من قناتنا مع الأسف الشديد ويستخدمون قنواتهم أو حساباتهم لجذب النساء مع الأسف والتكلم معهن بما لا يليق بأن لا أبرئ الذم لهم أن يأخذوا أي مقطع من قناتنا سواء كان قديما أو جديد برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام